إنبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع المجموعة الوزرية الاقتصادية وده كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا طارق عمر محافظ البنك المركزي وأصدر عدد من التوجيهات للتعامل مع تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وكمان كان فيه قرار هام باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الإجراءات اللي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد خلينا نعرف إيه تفاصيل هذا الموضوع من الأستاذ خليفة أدهم الكاتب أصحفي الاقتصادي سبع الخير على حضرتك وإزاي شايف استثناء مسألة المواد الداخلة في الإنتاج من قانون الاستيراد الجديد وإن احنا نشتغل بالقانون الاستيراد القديم على هذه المواد سبع الخير على حضرتك وعلى كل السيد المشاهدين لسبع الخير مصر الحقيقة ده كان تدخل من سيد رئيس حكيم جدا كما اعتدنا لأن الحقيقة استثناء مستزامات الانتاج والمواد الخام والمواد الوسيطة في الانتاج الصناعي كان مهم جدا لأن في ظل هذه الأزمة اللي بيمر بها العالم كله طبعا شايفين تدعيات كورونا ما كاناش لسه الاقتصاد العالمي تعافى منها بالإضافة زاد من ده من الأزمة وحدتها الحرب الروسية الأوكرانية فالحقيقة في ظل هذه الظروف والحقيقة الإضطرابات سلاسل للإمداد العالمية نتيجة الإغلاق الصيني لصفر كوفيد-19 وما إلى ذلك ده ضاعف من الأزمات اللي بيمر بها العقصاد العالمي وده اللي اعترب بيه صندوق الناد الدولي مؤخرا في تقريره وإلى ذلك ففي ظل هذه الظروف مهم جدا التصنيع والإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي لحد كبير جدا تلبية احتاجات السوق المحلي البطالة والعمالة المحافظة عليها بل بالعكس في ظل الأزمات عادة دائما هناك حكمة من جوف الأزمة أو النقمة تتولد النعمة فقد تكون هناك فرص وعادة كبيرة جدا جدا أننا الحقيقة ننتهز هذه الفرص في إطلاق العنان لقطاع الإنتاج والصناعة وبالتالي الحقيقة تنفسية هذه الصناعة وتلبيةها الاحتياجات وتقليل الاستراد من الخارج من عديد من السلع فالحقيقة تدخل الرئيس الحقيقة يعكس أولا أن سيد الرئيس على دراية تم بكافة التطورات وبيتخذ القرار السريع في الوقت المناسب لاقتصاديا وعلى كافة المستويات كما اعتدنا على مدى السنوات الماضية فكان هناك الحقيقة شكاوك عديدة وبدينا نلمس أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل فيما يتعلق بالغاء المستندات التفصيل يريد أن نوضحها بالتفصيل النظام كبيرشي زي القانون الجديد وإيه اللي سيتم استثناءه في هي كقرارات كان الحقيقة ودي لجأت عشان نكون منطقيين يعني عادة ده يحسب للحكومة والدولة أنك تتخذ القرارات لما يكون فيه أزمة عادة بتتخذ حزمة إجراءات وحزمة قرارات مهمة جدا للتعامل مع هذه الأزمة في وقت مبكر فمن الحقيقة الأفضل والأحسن وما يحسب أن أنت تتطور هذه وتراجع وتقيم هذه التطورات وحزمة الإجراءات كان البنك المركزي المصري اتخذ قرارات كمعظم البنوك الحقيقة للتحوط والتعامل المبكر مع هذه الأزمة في 21 مارس كان حزمة إجراءات شفناها الحقيقة فيما يتعلق بمرونة كبيرة في سعر الصرف شفناها لمسناها إصدار شهادة بعائد مركزي 18% للحقيقة لجذب الأموال فيما يتعلق في هذه الشهادة ومساعدة عدم الاجتناز للدولار وده إجراءات مهمة جدا للحقيقة وكفر وقت مبكر بالإضافة إلى الغاء مستندات التحصيل فيما يتعلق بالاستراد بشكل عام وكفة عمليات الاستراد والاكتفاء بالاعتمادات المستندية عايزين نفرق يعني مستندات التحصيل زي ما حكت فضلت ويعني مستندات اعتمادات مستندية مستندات التحصيل هي التعامل ما بين المستورد والمؤرد مباشرة قد يمنح المؤرد المستورد بناء على خبرة التعامل الطويلة وما إلى ذلك تسهيلات زمنية في الدفع قد يتطلب منه مثلا حضرتك أنه هو يعني زي تسهيلات لثلت شهر إلى ما إلى ذلك يعني فدي بتعتمد على العلاقة القوية جدا بين المؤرد والمستورد بالإضافة إلى أني دي لكن الاعتمادات المستندية هي ضرورة أن تلجأ إلى البنك لفتح هو المستعدات دي وهو الذي يقوم بالاتصال ببنك آخر في الدولة المؤردة والبنك الآخر هو اللي يكون وسيط مع المؤرد من هذه الدولة لمصر اللي هو بيصدر لنا وده معناه أن اللي بيستورد لازم يحط المبلغ كامل اللي بيستورد به بالجنيب مصر بالجنيب مصر لعدم تدبير العملة وبالتالي أنت بتكون تلجأ وده كان مهم برضو منطقيا مهم ليه لأن في الظل هذه الأزمات والحقيقة اللي بتنحكس على موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري فيما تعلق بالسياحة مثلا قد تتلقى الأزمة العالمية تؤثر وزي ما شوفنا الإغلاقات وما إلى ذلك شوفنا برضو حامل مهم جدا جدا ارتفاع الكبير جدا في السلعة الأساسية عالميا بسبب الحرب وخاصة السلعة الغزائية وما إلى ذلك سلاسل التوريد العالمية بتعاني منذ كوفيد 19 منذ 2020 حتى الآن وزادت حدتها بالعكس بدل ما بدأت تنفرج زادت مؤخرا بسبب الإغلاقات الأسلوب اللي بتتبع الصين في معالجة كورونا الحقيقة هي بتستهدف زيرو كوفيد يعني لازم أي مدينة تظهر فيها كوفيد 19 كورونا تعمل إغلاق تام وده تطبق على واحدة من أهم المدن الصناعية والمواني في الصين شنغهاي مدينة شنغهاي وده أثر على سلاسل التوريد للعالم كلها زي ما احنا شايفين الصين هي المصنع الكبير للعالم مؤرد لمعظم السلعة الصناعية للعالم أكبر مصدر في العالم الصين وبالتالي انعكس على سلاسل التوريد بشكل أكتر حدة فكان الحقيقة انت عندك مشكلة في عملة الارتفاع لاحتياط الفيدرالي الأمريكي لسعر الفايدة اللي أعلن عنه والأول مرة الأسبوع اللي فات شوفنا يوم الأربع اللي فات عمل ارتفاع لأول مرة منذ فترة طويلة سنواتك عديدة خمسين نقطة أساس يعني نصف المية وده الحقيقة وهناك بعض الدعاوي من جانب الاقتصاديين دعوات من جانب الاقتصاديين وتوقعات أنه هيستمر في الاجتماع المقبل خمسين أو نقطة أساس أخرى وده لم يحدث وأنه يستهدف ما بين 2.5 إلى 3% معدل فإذا انعكس على خروج الاستثمارات الأجنبية للسنديق العالمية من الأسواء النشاء وكان منها مصر وبالتالي أثر على العملة وتدفق العملة احنا عندنا الحمد لله تحولات المصيرين في الخارج في زيادة مهم جدا إلا أن بعض زي ما شفنا للسمر الأجنبي في أدوات الدين اتأثر لكن دخلت قصادها رؤوس أعمال أخرى من دول شقيقة نعم يعني ده أنا بقول منطق حضرتك اللي هو ليه المركزي لجأ في 21 مارس إلى هذا الاسلوب لكن من المهم زي ما شفنا تدخل السيد الرئيس في الوقت المناسب وتعديل هذه الإجراءات وهذه القرارات لمصلحة الاقتصاد المصر وتدفق للمقتصاد المصر خاصة القطاع المهم والحيوي هو قطاع الصناعة في ظل هذه التدعيات وهذه الأزمة لكن زي ما حركت فضلتي إذا كانت خارجت أموان إلا أن مصر الحقيقة زي ما حركت فضلتي دخل حوالي تدفق إلى الاقتصاد المصر وشارين الاقتصاد المصر بفضل الحلقات الوطيدة التي تتربط السيد الرئيس على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي بالدول الشقيقة في السعودية والإمارات العربية والدول الخليج شفنا السعودية خمسة مليار دولار وديعة في البنك المركز المصري شفنا استصمارات إماراتية في الاستحواز على نسب حصص من بعض الشركات وده يعكس دي نقطة مهمة جدا تعكس قدرة وجاذبية الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته يعني أنت عندك الميزة مهمة جدا في الاقتصاد المصري هي التنوع الكبير جدا في القطاعات الاقتصاد المصري ومن ثم لا يعتمد على قطاع بعينه وده مهم جدا بالإضافة إلى شفنا قطر أعلنت أن هي هتضخ خمسة مليار دولار استثمارات في السوق المصري السعودي يعلن صندوق الاستثمار السعودي أن هيضخ عشرة مليار دولار استثمارات في الاقتصاد المصري ده ناتج يعني أن فيه رؤية الاقتصاد المصري بأن الاستثمار المصري هو سوق واعد عايزين بس نتكلم في نقطة مهمة ونحن نقول أنه هيتم استثناء مشتلزمات الانتاج والمواد الخام من هذه الإجراءات المواد الخام اللي داخلها في كل الصناعات ولا في صناعات معينة؟ في كافة الصناعات خليني يا حضرتك مهمة فعلا النقطة دي نركز عليها لأنها مهمة جدا لأن عندك الحقيقة نسبة كبيرة جدا من كافة يعني ممكن نقول معظم الصناعات المنتج المصري الصناعي بيدخلوا مستلزمات انتاج وسلع وسيطة وخامات مستوردة وبالتالي الحقيقة ده مهم جدا هينعكس إيجابيا على كافة القطاعات الصناعية حتى قطاع الصناعات الغذائية اللي انت يعني بننتج تقريبا 100% أو 90% من الانتاج الغذائي في المنتجات الألبان وما إلى ذلك إلا أن مثلا التترباك اللي عبروة الورقية دي اللي احنا بنشوفها فيها عبروات الألبان وما إلى ذلك دي مستوردة يعني حاجات بسيطة يعني أحد المنتجين والمصنقين كان عنده أزمة كبيرة جدا كان بيقولك أنا عندي المنتج بتاعي منتج كل متخلات ومحلية إلا أن فيه حاجة مهمة جدا عشان ينزل السوق مع ابطلاء هو الكارتون الكارتين عشان تغلف هذا المنتج وتنزله فعندك مشكلة أبسط حاجة ممكن تعطلك الانتاج وهي حاجات بسيطة جدا جدا ومن ثم نفهم أهمية هذا القرار اللي اتخذ السيد الرئيس أمس وهو استثناء قطاع الصناعة فيما يتعلق بمتخلات الانتاج علشان يتم يعني سرد الفجوة دي هذه الفجوة والتعامل السريع في الوقت المناسب قبل ما المشكلة تضخم شفنا الحقيقة في عقود سابقة بدون الإشارة وأنا صحفي على مدى مثلا أكثر من 30 سنة في قطاع الاقتصاد والصناعة وما إلى ذلك والقطاعات الأخرى للصناعة كان المشكلة بتتفاقم عشان تلاقي حل فمن المهم جدا في القرارات الاقتصادية هي التوقيت اتخاذ القرار فده الحقيقة يعكس أهمية كبيرة جدا لهذا القرار اللي اتخذ السيد الرئيس أمس عالميا لأن احنا جزء من العالم بنتأثر بكل ما يحدث عالميا بالتأكيد الاقتصاد المصري اقتصاد الوقت مندمج لحد كبير جدا في الاقتصاد العالمي شفنا تدفق الاستثمارات الحقيقة اللي بييجي شفنا التدخل مع قطاع السياحة شفنا التجارة العالمية بين مصر التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم تصل الى مثلا وردتنا حوالي 80 مليار دولار او تقتر من 80 مليار دولار عندنا صدرات وسلعية نحو اكتر من شفنا السنة اللي فاتت سجلت تطور كبير جدا حوالي تجاوزة 40 مليار اللي هي صدرات السلعية ايه ابرز القطاعات اللي عززت عملية التصدير نعم ابرز القطاعات يا فندم اللي عززت عملية التصدير عنها عندنا مهم جدا الحقيقة كان قطاع الصناعية يعني شفنا السلع الصناعية في الربع الاول من هذا العام سجلت نموه كبير جدا السنة اللي فاتت سجلت نموه يقترب من يعني ويتجاوز 20% السنة اللي فاتت فلا اول مرة بس احضراتك عشان نكون فاهمين موقف الميزان التجاري نعم صدراتنا ايه وارداتنا ايه نعم هو الحقيقة اللي الميزان التجاري في خلل مزمن منذ عقود من ستينيات القرن الماضي ويعاني الميزان التجاري في مصر من خلل مزمن مزمن ليه بقى لان عندك عجز كبير جدا على مستوى الصدرات السلعية السلعية غير البطرولية احنا بنستورد او مثلا بتستورد زي ما اشارنا الى ما يقرب من 75 مليار هنا يجب ان نشير الى ان انت بنستورد في الغذاء بتاع مصر نحو 65% وهي بالتالي صدرات غير مرنة يعني اساسية بتفرض نفسها شوفنا الزيت احنا بنستورد نحو 98% منه او 95% زيت الطعام شوفنا حضرتك مثلا سلعة زي ما الضراء اللي هي بتمثل مهمة عالف مهمة جدا للدرجة والصروة الحيوانية بنستورد بما يزيد عن 3 مليار دولار ده قبل زيادة الكبيرة في الاسعار دي ارقام كبيرة ولكن احنا عندنا خطة خطة عندنا زي ما السيد الرئيس من بار حشرار بوضوع الحقيقة وهذا كان استراتيجية محمودة جدا جدا من السيد الرئيس منذ سنوات كان تعليماته للحكومة ان يكون هناك المغزون الاستراتيجي من السلة الاساسية والغزائية قال لي يقيل عن 6 شهر وده اللي خلانا الحقيقة عبرنا ازمة كورونا بارحية كبيرة جدا شوفنا كل السلعة متوفرة ما حسناش بيها هذه الازمة انت عندك الامح يكفي لنهاية العام بعد بدء توريد الموسم الامح المحلي وانه هو يتوقع ان يصل الاربعة مليون او يتجاوز وشوفنا يوميا نحو 180 الف طن بتم توريدها عندك حضرتك باقي السلع عندك السكر يكفي عندنا الحقيقة حققنا اكتفاء ذاتي كبير جدا دواجن 100% عندنا الحقيقة يعني مغزون استراتيجي من كافة السلع يكفي الى 6 شهور يتجاوز 6 شهور فده مهم جدا هذه الاستراتيجية اثباتت نجاحها وهميتها في ظل الازمات اللي بيمرها لها الاقتصاد العالم سواء ازمة كورونا او الحرب الروسية الاوكرانية واللي قدت الحقيقة وانعكست بشكل واضح جدا على ازمات في السلع الغذائية عالميا لان الصين روسيا واوكرانيا من الدول الكبرى المصدرة للحبوب تقريبا سالة غذاء العالم تقريبا نعم روسيا فيها حوالي اول دولة ربما اللي بتصدر الامح للعالم اوكرانيا خامس ده اكبر دولة مصدرة للامح ومسادس دولة للدولة فعندك الحقيقة ده انعكس على كثير من الدول العالم لكن هذه الاستراتيجية اللي انتاجتها مصر بتعليمات من السيد الرئيس الحقيقة منذ السنوات الحقيقة اثبتت فعليتها واهميتها في ظل هذه الازميات وحكمتها ومنطقها المهم جدا ان انت الحقيقة كان وخاصة ان انت بنيت البنية الاساسية لاستعاب وتقليل الهدر من الامح شوفنا الصوامع وما الى ذلك حول السمارات اللي كانت اول شيء تم اللي هو الناس يعني البعض بيرى ان هناك تركيز على الاستثمار في البناء والتشييد وما الى ذلك لا انت عندك الحقيقة تسير بشكل توازي عندك الصناع شوف المشروعات الصناعية الكبيرة جدا اللي تم افتتاحها على مدى السنوات الماضية في كافة القطاعات شوفنا في قطاع الصناعة والاكتفاء والغزاء شوفنا حضرتك اللي استصطح في الاراضي قد ايه شوفنا اخيرا تشكة اللي هي تم زراعة يعني توريد هتنتج نحو ستمائة الف طن قمح السنة دي شوفنا الصوبات الزراعية شوفنا الصروع الحيوانية والتطورات الكبيرة جدا شوفنا الصروع السماكية وما حدث فيها وزيادة الاكتفاء الزادي من هذه المنتجات اذا الحقيقة لا الاستثمار سير بالتوازي في قطاعات مهمة جدا خاصة قطاعات الصناع وقطاعات الغزاء والاكتفاء الزراع يعني لو لا لهذه الاستثمارات المهمة جدا في قطاع الزراع ما كناش حقانا الاكتفاء الزادي في السلع في الخضروات واللي احنا بنحقق اكتفاء الزادي في الخضروات والفواكه وصدراتنا زادت بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالفواك ممكن أستاذ خليفة كمان حالة التنوء اللي حصلت في الاقتصاد المصري والمرونة اللي كانت موجودة بشكل كبير هي اللي بتساعد على عبور الأزمات وحينا نتكلم عن أزمة اقتصادية عالمية وطبعا بتأثر في الاقتصاد المصري لكن على النحية التانية بنشوف التزام مصري بكل التزاماتها الدولية وإشادات من مؤسسات كبرى ومؤسسات دولية زي صندوق نقد الدولي بالاقتصاد المصري ومرونة الاقتصاد المصري وتوقع بأن الاقتصاد المصري يكون تاني أكبر اقتصاد بعد نيجيريا فحيك قراءتك لهذا المشهد مهم جدا حضرتك اللي اتفضلت بي لان ده بيعزز الثقة في الاقتصاد المصري على كافة المستويات وخاصة من دوائر الاستثمار العالمية لما تيجي شهادة الثقة زي ما حكا تفضلت من اكبر مؤسسة اقتصادية عالمية سندون الناد الدولي والحقيقة في تقريب اللي فات في ابريل اه هو الشهر الماضي افق الاقتصاد العالمي رغم انه هو خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وبعض الدول الا انه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا والحقيقة وتوقع انها تتجاوز خمسة وستة من عشرة في المية هذا العام او خمسة او تسعة من عشرة في المية كمان زاد بعد ما كانت توقعاتها وتفعت في يناير الحكومة المصريبة تتوقع على لسان وزارة التخطيط انتصل الى ستة في المية بعد ان حققنا معدل نمو الاعلى منذ عشرين سنة الحقيقة تسعة في المية في النصف الاول من العام المالي الحالي فده الحقيقة بيعكس طلابة الاقتصاد المصري هنا تأتي اهمية الشهادات المؤسسات الدولية سواء صندوق الناق الدولي او البنك الدولي او وكالات التصنيف العالمية شوفنا حضرتك زي ما حاجة تفضلتي صندوق الناق الدولي دايما بيشيد بحزمة السياسات الاقتصادية وانعكستها على قوة الاقتصاد المصري اللي هو الحقيقة تجاوز الازمة الخانقة الاقتصاد العالمي في كورونا عشرين وعشرين وعملنا تاني اكبر معدل نمو في العالم ضمن عدد محدود جدا من الدول اللي حققت نمو وجابي في العالم كانت مص بعد الصين على طول التاني على مين بتحقق النمو وجابي في ظل هذه الازمة الحقيقة ده كمان ارتفاع معدل النمو ده البطالة انخفضت من تسعة وستة من عشر في المية بنهاية عشرين وعشرين السنة بنهاية واحد وعشرين العام الماضي سبعة واربعة من عشر في المية ده بيعكس بيعكس ان فيه مشروعات واستثمارات لان كل مشروعات واحد في المية نمو في الاقتصاد المصري بيعني توفير نحو 150 الف قرصة عمل فده مهم جدا يعني معدل النمو ده بيقلل البطالة بنعكس بيعكس قديم في مشروعات وفي استثمارات متنوعة بالتاجري في السوق المصري وكاليات التصنيف العالمية زي حقا تفضلت الحقيقة كانت تأيرها المؤخرا حفظت على تصنيفها الاقتمالي لمصر عند بلسكي وده كل يا رشد خليفة ناتج ومن ثلاث مؤسسة فده بيعكس قديم السقة في الاقتصاد العالمي وده بيعكس قديم النساسات الاقتصادية اللي بتنتجع مصر من ساجمة اهتمام ساعة الرئيس شخصيا كمان بالملف الاقتصادي واجتماعاتهم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تاني اجتماع تقريبا في خلال خمس شهور حسنا نشكر حضوك شكرا جزيلا فده بشرفتنا ونورتنا الأستاذ خليفة أدهم الكاتب الصحفي المتخصص في اشياء الاقتصاد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا